السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالنص الوظيف الثاني بلاد الصين دائما مرجع منار لغة العربية طبعة جديدة ومحينة الصفاحات إذن سنجيب عن أسئلة صفاحات 23 و 25 و 25 سنبدأ بأول فقرة التي هي أتهيأ للقراءة إذن سؤال أول أحدد القارة التي توجد بها بلاد الصين إذن فالصين توجد في قارة آسيا إذن الجواب عن هذا السؤال توجد الصين في قارة آسيا سؤال موالي أذكر بعض المنتجات الصينية إذن من بين المنتجات الصينية المشهورة الهواتف الذكية السيارات الألعاب الدراجات النارية إلى آخر سؤال موالي ألاحظ الصورة وأبرز مكوناتها إذا لاحظوا معي الصورة فهي لتشكيلها من الأواني الخزفية إذن تتميز بأشكال وألوان إذن مزينة بأشكال وألوان موحدة إذن يمكن أن نقول ألاحظ في الصورة آواني خزفية إذن آواني خزفية مزينة بألوان ونقوش موحدة إذن سؤال موالي أنطلق من الصورة ومن العنوان وأتوقع منذ عن نص بطبيعة الحال إذن طلاقا من الصورة وعنوان النص أتوقع أن يتحدث النص عن معالم الحضارة الصينية ربما إذن سيفيدنا هذا النص في تعرف بعد أهم ظاهر الحضارة الصينية إذن سنكتشف ذلك عبر قراءة النص إذن تابعوا معي النص ثم بعد قراءة النص سنجيب عني الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن تابعوا معي بلاد الصين لم يكن الغصول إلى الصين بالأمر السهلي فدونها جزر وحواظر كثيرة ومداشر وغابات والمسافر عادة لا يبحر في الصين إلا بمراكب الصين ركبنا البحر ومررنا بجزر عدة مثل جزيرة سيلانا التي طالعتنا بجبلها الشهير سرنديبة وفي طريقنا مررنا ببلاد البنغالي المزروعة بجواهر الأرز ثم مررنا بجاوة وهي كثيرة الأطايب وإليها ينسب اللبان الجاوي طيب الرائحة ودخلنا صمترة واضطررنا إلى أخذ قارب ركبناه ما يزيد على عشرين يوما فوصلنا إلى الصين بعد أن قضينا في الطريق ما يزيد على الشهر وبلاد الصين متسعة كثيرة الخيرات والزراعة والفواكه والذهب والفضة لا تضاهيها في ذلك بلاد من بلدان الأرض وتشتهر الصين بفخارها الذي تجده بكل أسواق العالم ويمتاز بالرهافة والرسوم البديعة التي تعكس روح هذا الشعب النشيط ورهافة الفخار بأنواعه المختلفة تضاهيها رهافة الحرير المنتشر في كل مكان فالثوب الواحد من القطن يباع بأدراج طويلة من الحرير أليست هذه هي طريق الحرير التي استهوت العديد من الرحالة والمغامرين؟ وأغرب الغرائب بهذه البلاد قدرة أهلها على نسخ الصور الآدمية أو الطبيعية فبمجرد أن تعود إلى مدينة صينية دخلتها سابقا تفاجأ بصورتك أو صورة أصحابك مرسومة على الأوراق والجدران موزعة في المداشر والأسواق وبسبب قدرتهم على تقديم هذه الأعمال الدقيقة تعاملوا بالعملات بالعملات الورقية وهي قطع من الورق في حجم الكف حاملة لطابع السلطان ورسومات أخرى وإذا تقادمت هذه العملات يتقدم بها حاملها إلى دار السكة فيأخذ عوضها عملة جديدة وفي كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بسكناهم ولهم فيها المساجد لإقامة الجمعات وسواها وهم معظمون محترمون ومن عجائب هذه البلاد قدرة أهلها الخارقة عند صنعهم من أشياء بسيطة أشياء ثمينة بل إن أشياء بسيطة من أحجار وأخشاب وخرق تتحول على أيديهم إلى تحف وصناعات يدوية تبهرك بتناسق ألوانها ودقة صنعتها ورهافة إحساس أصحابها ويعرف الصينيون بأدبهم الجم وبمجرد أن تمر بأحدهم ينحني لك عدة مرات حناءة خفيفة من رأسه مبتسم الأسارير متواضع الجانب وبالرغم من مرور محن عديدة على هذه البلاد فالابتسامة لا تفارق وجوههم والأدب لا يغادر سلوكهم وحب الجمال والتناسق مبدأهم إذن هذا هو النص إذن نمر الآن إلى الإجابة عن الأسئلة ونبدأ بالسؤال الأول أبحث في معجم أو في المعجم عن مرادفات الكلمات الآتية إذن تضاهيها إذن فهي تعني تنافسها استهوت استمالت وجذبت تبهرك يعني تعجبك وتدهيشك السؤال الثاني أحددها إلى تكلمة المزروعة إذن كلمة المزروعة إذن الفعل زرعة اسم الفاعل زارع اسم المفعول مزرع أو المزروعة اسم المكان مزرعة ثم المصدر زراعة إذن السؤال الثالث أحدد في كل جملة من الجملتين الآتيتين معنى كلمتي الصين حسب سياقهما إذن ألف لم يكن الوصول إلى الصين بالأمر السهلي إذن هنا نقصد البلد إذن المقصود بالصين البلد والمسافر عادة لا يبحر في الصين إذن هنا نقصد بحر الصين إذن نمر الآن إلى السؤال الأول من أفهم ما الطريق التي سلكها الكاتب للوصول إلى بلاد الصين إذن للوصول إلى الصين ركب الكاتب المركبة ومر بجزر عدة مر بجزر عدة كجزيرة سايلانا ثم مر ببلاد البنغال ثم جاوت ودخل سو مطرة واتجه نحو الصين على متن قارب ما يزيد على عشرين يوما إذن هذا والطريق الذي سلكه الكاتب نحو الصين سؤال مولي أضع علامة فيه أمام الاختيار الصحيح وأعلل جوابي من النص الطرق إلى الصين صعبة صحيح؟ لماذا؟ لأنه مر إذن ببلاد عديدة قبل أن يصل إلى الصين سو مطرة بلدة صينية إذن خطأ إذن ليست ببلدة صينية إذن عندما إذن لاحظوا معي عندما قال ودخلنا سو مطرة إذن هنا فسو مطرة ليست بالصين لأنه ما راحدوا معي ركبناه ما يزيد على عشرين يوما إذن من سو مطرة إذن في اتجاه الصين إذن فقد يعني سلكوتا الطريق لمدة عشرين يوما أي أن سو مطرة ليست من مدن يعني مدن الصين أو من لا تنتمي إلى الصين توجد شواطئ ببلاد الصين صحيح؟ إذن توجد شواطئ ببلاد الصين إذن نمر الآن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الثالث أختار الجواب الصحيحة مما يأتي تعامل سكان الصين بالنقود الورقية الذهبية الفضية النحاسية وأذكر الجملة الدلة على ذلك من النص إذن تعامل أهل الصين بالنقود الورقية الجملة الدلة على ذلك من النص إذن لاحظوا معي تعاملوا إذن يمكن أن نحدد الجملة إذن تعاملوا تعاملوا بالعملات ماذا؟ الورقية إذن هذه هي الجملة الدل على ذلك من النص يمكن أن نكتبها إذن جاء في النص تعاملوا إذن تعاملوا بالعملات الورقية إذن هذه هي الجملة الدل على ذلك من النص السؤال الرابع أشرح لأصدقائي وصديقاتي أن أهل الصين مختارعون إذن يمكن أن نقول بأن أهل الصين مختارعون لماذا لديهم قدرة على صنع الأشياء من لا شيء إذن يأخذون أشياء تافهة أشياء بالية أشياء ليست لها أي قيمة أو بدون قيمة ويقومون بصنع أشياء جديدة مبتكرة سؤال مواليما الذي يدل في النص على اتصاف الصينيين بالتسامح والتعايش أعليل جوابي إذن يعرف الصينيون إذن يعرف الصينيون عفوا إذن الصينيون بالتسامح والتعايش وأدبهم الجم والتواضع فبمجرد أن تمر بأحدهم ينحني لك عدة مرات والابتسامة لا تفارق وجوههم مما يدل على حسن أخلاقهم وعلى تسامحهم وتعايشهم إذن نمر الآن إلى السؤال الموالي أستخرج من النص جملتين دالتين على ما يأتي إذن أسماء الأماكن التي مر منها الكاتب إذن بالنسبة لأسماء الأماكن إذن لاحظوا معي إذن أسماء الأماكن وفي طريقنا مررنا ببلاد البنغة للمزروعة بجواهر أرزي ثم مررنا بجاوة إذن هذه هي الجملة الدلة على الطريق والأماكن التي مر منها الكاتب إذن خيرات بلاد الصين بالنسبة لخيرات بلاد الصين إذن لدينا الفواكه والذهب والفضة إذن يمكن أن نختار إذن اثناثان فقط إذن الفواكه والذهب والفضة بالنسبة لعجائب سكان الصين إذن لاحظوا معي عجائب سكان الصين إذن هنا قدرة أهلها إذن قدرة أهلها على نسخ الصور الأدمية والطبيعية إذن هذه هي الجملة الأولى والجملة الثانية قدرة أهلها الخارقة عند صنعهم من أشياء بسيطة أشياء ثامنة إذن هذه الجملة الثانية التي تدل على عجائب سكان الصين إذن الآن نمر السؤال الثاني أستخرج من النص ثلاثة مفردات أو عبارات دالة على الحضارة الصينية وفق ما يأتي إذن عبارات دالة على الرسم إذن تفاجأ تفاجأ بصورتك بصورتك مرسومة مرسومة على الجدران إذن هذه العبارة دالة على الرسم إذن الجدران عبارة دالة على الصناعة صنع شيء من لا شيء عبارة دالة على المعاملات المالية إذن المعاملات المالية هنا تعاملوا بالعملات الورقية تعاملوا بالعملات الورقية إذن نمر الآن إلى السؤال الثالث استخرج من النص ثلاثة جمل دالة على إعجاب الكاتب ببلاد الصين إذن جمل دالة على إعجاب الكاتب ومن عجائب هذه البلاد قدرة أهلها الخارقة عند صنعهم من أشياء بسيطة أشياء ثمينة الابتسامة لا تفارق وجوههم والأدب لا يغادر سلوكهم حب الجمال والتناسق مبدأهم السؤال الرابع يغلب على النص الطابع الإخباري أبرز ثلاثة جمل دالة على الإخبار إذن الجمل الخبرية إذن بلاد الصين متسعة كثيرة الخيرات والزراعات تشتهر الصين بفخارها الذي تجده بكل أسواق العالم ثم يعرف الصينيون بأدبهم الجم إذن هذه هي الجمل الخبرية إذن نمر الآن إلى السؤال الموالي إذن أركب ألخص شفاهيا في ثلاث جمل ما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من أفكار إذن يمكن تلخيص أفكار الفقرة الثانية والثالثة بتعرف بلاد الصين بخيراتها الزراعية وتشتهر بفخارها وحريرها ويعتبر الشعب الصيني شعب عجيب له قدرة خارقة على استنساخ الصور البشرية ويتعامل بالعملات الورقية السؤال الثاني أركب مستعينا بمجموعة من زملائي وزميلاتي ملخصا عن الحضارة الصينية إذن يمكن أن نلخص الحضارة الصينية بما يلي تمتاز الحضارة الصينية بخيرات زراعية ومعدنية وتشتهر بصناعة الخزفي ويعتبر الشعب الصيني شعبا متميزا يحب الاختراع والابتكار كما يعتبر نموذجا في حسن الأخلاق والأذب والاحترام إذن أقوم سؤال أو الأبدي رأيي في تحية الصينيين للزوار وأقارنها بتحية أهل بلدي إذن يمكن أن نقول تعجبني تحية الصينيين للزوار وبالنسبة للبلد مثلا يتبادل أهل بلدي التحية بالمصافحة السؤال الثاني أناقش رأيي زميلتي وزملائي في مظاهر الحضارة الصينية في وقتنا الحالي إذن ما زالت الحضارة الصينية في تطور ملحوظ إذن يمكن أن نقول بأن الحضارة الصينية في العصر الحالي ما زالت تشهد تطور ملحوظ وازدهار بطبيعة الحال نتيجة يعني ثقافة الشعب الصيني إذن إلى هنا يلتهي هذا الفيديو معيدنا إن شاء الله في الفيديو القادم مع الدرس المقبل كنوا في الموعيد إلى اللقاء شكرا